بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبرك وعظم وعلى آله وصحابة والتابعين وتابعين بإحسان إلا يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسوى علم الله أما بعد نقم القراءة وشرح كتاب القرآن في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي الشافعي المنهاجي المصري القاهري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلوم وعلوم مشايخه وتلامدته وقراء مصنفات وشرحها في الدرين آمين النوع الثالث والثلاثون في معرفة جدله والجدل هو إقامة الحج على الخصم يبقى الجدل أن تجادل الخصم يعني معناه تناقشه في بطلان رأيه وتقيم الحج عليه حتى يتضح له الحق وقد أفرده من المتأخرين بالتصنيف قال علامة نجم الدين الطوفي الحنبلي رضي الله عنه وغيره كتير بقى يعني اللي تتكلمه في جدل القرآن مؤلفات تبلغ أكتر من خمسين مؤلف لكن إيه الطوفي أشهرهم يعني يبدو أنه بدأ هذا العلم يعلم أن القرآن العظيم قد اجتمل على جميع أنواع البراهين والأدل وما من برهان ودلالة وتقسيم وتحديد شيء من كليات المعلومات العقلية والسمعية إلا وكتاب الله تعالى قد نطق به لكن أورده تعالى على عادة العرب دون دقائق طرق أحكام المتكلمين لأمرين ودنا أمثلة لما مثلا قال إيه ألم ترى الذي حج إبراهيم فيه ربي أن أتاه الله المجد قال إبراهيم ربي الذي وحي وأميته فقام التاني قال له إيه أنا وحي وأميته أحكم على ده بالإعدام أموته وأحكم على واحد محكم بالإعدام بالعفو فأحييه طلع غبي قوي مش فاهم فمردهش بيكلمه في الموضوع ده ما قدرش إيه يدرك هذا المعنى لأنه فيه معنى ضئيل خالص فطلع غبي فأمرح نقله في حتة أعلى قال ربي الذي إيه قال إن الله يأتي بالشمس فأأتي بها من المغرب فروح نقله على إيه على حتة صعبة واخد بالك فبهت الذي كفر فبيعلمك إزاي تخيم الحجة من أكثر دليل يعني لو قلت دليل واحد وإنت بتجدله مفهموش ما تقعدش تفاهمه له إنقل لدليل تاني ما تضيعش وقتك تهم؟ لأنه طالما ما فهمش الدليل ده حتى لو حاولت تفاهمه له مش هيفهمه إنقل بقى الحاجة تانية فنتعلم الكلام ده من القرآن لأنه ده مهم ساعات تقعد تجدل واحد وهابي غبي هو اخد بالك تقوم إيه تقول له دليل مايفهموش تقعد تشرح له في الدليل يقوم برضه مايفهموش تنتعي بإنك إنت لا إنقل على دليل تاني لحد ما تلاقيه إنه هو غبي خالص خب شوية معك خالص قل له إيه سلام عليكم بس خلاص مع السلام يمكن يفهم كلامك ده بعد عشر سنين فهمت إزاي إحنا في ناس كنا ننقشهم ونقول لهم مايفهموش الدليل وأنا نصرف قابله بعد عشر سنين قليبي يعتذر لي أنا ده فهمت ومعلش لأن مش كل واحد بيدرك بيستقنى نفس السرعة وهو متأثر بحاجات رسخة بزهنه فلازم تدي له فرصة زمن كمان مش شرط إنك إنت تفهمه دلوقتي لا مش شرط تفهمه كفاية قيم الدليل على الوقتي وخليه يروحي إيه يفكر فيها مرة واتنين وثلاثة ويقرأ بقى ويبحث لحد ما يجي لك بعد كم سنة ويمكن ما يجي لكش أصل يمكن يقتنع برأيك بعد ما تكون أنت موت كمان شفت قديلها زي الدرجة وبالتالي أنت مش في جدالك ليس شرطا إنك إنت يعني تمتصر على خصمك في الجلسة أو إنك إنت تبين له الحق في نفس الجلسة دي لا يكف إنك إنت تعرض عليه الأدلة يستوعب اللي يستوعبه وما يستوعبش اللي يستوعبه سلامه عليكم وشوف مصلحتك يا مسترى ما تضيعش وقتك زي سيدنا إبراهيم ما عدش يفهمه يعني الإحياء ويعني الإيمانة اللي أنا أقصدها أضرب عن هذا الدليل لأنه ما أدركش إيه ورح نقل على دليل تاني فبيقول لك هنا إيه لأمرين لكن أورده تعالى على عادة العرب دون دقائق طرق أحكام المتكلمين يعني إيه دلة القرآنية ما جاتش على طريقة المناطقة ولا طريقة الفلاسفة في القرآن لا ده جاء بطريقة العرب إنه يجيب لك يضرب لك حاجة مثل في الحس يقول تستنبت منه مثل في غير المحسوس يعني أنت مش مجتنع بإحياء الموتى يوم يقول لك طب شوف الأرض وهي ميتة تنزل عليها المطر ثم يخرج منها حياة وبعدين تموت بعد شوية وبعدين يحييها تاني فأنت بتشوف الإحياء واللي ماتة في كل لحظة يقول تدرك بعد كده الغائب وهكذا فدلت القرآن على شك كده ما مشيتش على نفس نمط طريقة المتكلمين اللي هم علماء الكلام اللي بيسموه علماء الجدل واخدوها زي الفلاسفة وغيرهم والمناطقة وغيرهم لأمرين أحد وقى بسبب ما قاله وما أرسلنا من رسول إن إلا بلسان قومه ليبين لهم والعرب ما كانش عندهم الجدل السفستائي بتاع اليونان كانش عندهم حكاية إيه الجدل العقلي بتاع اليونانيين والنبي عربي وبعث الأمة عربية ما عتعرفش هذا الجدل فكلمهم بطريقة أخرى إنه يجب لهم الحاجة المحسوسة ويستنبت من المحسوس الغائب في أين تبقى؟ أدي التضييق والثاني أن المائل إلى دقيق المحاجة هو العاجز عن إقامة الحجة بالجليل من الكلام فإن من استطاع أن يفهم بالأوضح الذي يفهمه الأكثرون لم يتقط إلى الأغمض الذي لا يعرفه إلا الأقلون يعني كلموا بالحاجة الواضحة الأول تهمت إزاي؟ ما تكلمونش بالحاجة الدقيقة واضح؟ ده واحد طول عمره عايش في صحرة بيتعامل مع جمال ومع شوية مواشي ومع شوية إيه؟ شياه وبيشرب لبن وبيأكل شوية طمر وعايش حياته يقول شعر وخلاص عليك يشرب خمرة وعايش حياته جدا حياة بسيطة فما تجيبش أنت بقى تجادله بالأمور العميقة اللي بيه دي تعجز عقله تهمت؟ زي شفت أنت النبي مثلا صلى الله عليه وسلم لما جاله واحد بشرته بيضة ومرطه بيضة أنجبت ليه واحد أسود فشك في النسب طب إحنا كلنا بيد يطلع لنا الواحد أسود ده منين جاي لنا منين مزون جدا حاجة غريبة فرايح للنبي يريد أنه ينكر نسبه فهمت إزاي؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ أليس عندك إبل؟ أنت مش بتربي جمال؟ قال له آه قال له كلها ليها لون؟ قال له آه كلها حمر قال أليس فيها أورق؟ ما فيهش واحد كده رمادي الأورق اللي هو الرمادي يعني أسود على بياض كده واخده لكن سموحنا رمادي جريعي فقال له أليس فيها أورق؟ قال فيها ورق ده فيها برضو شوية كده قال من أين جاء الأورق من الأحمر؟ فقال له لعله عرق يعني حاجة وراسة أديمة من الأجداد قال إذن ابنك لعله عرق من الأجداد انت شفت كل أجدادك؟ ولا شفت كل أجداد زوجتك؟ شفت بقى زي شفت المحجة بدليل هو عايشه أدي الطريقة ما بدخلوش بقى إيه في مويل صفسطة وحنعمل مثلا دي إن إيه ونعمل مش عارف ما قالوش الكلام دي كل خالص الراجل مش اقتنع وانبسط وخد الواد في حضنه واتمقن بيه بعد ما كان إيه؟ قال الآن إن الواد اللي سود ده جالنا منين وإحنا بيت كلنا؟ كل الحاجات دي كلها تلاقيها في إيه؟ في محجة النبي زي برضو يجي له واحد يقول له يا رسول الله أنا بيعجبني الإسلام كله بس أنا بحب إيه؟ أزني فإديني يعني إيه؟ إعفاء في هذا الموضوع يعني أدخل في الإسلام بس تتحلل لي إن أنا أزني مش جاء له واحد شاب قالو كده؟ يوم الرسول صلى الله عليه لو جاء لك أنت واحد قالك كده تعمل إيه؟ لهمش يقال إيه الأدب صح ولا لأ؟ لكن النبي قال له لا قال له إيه؟ أتحب أن يكون ذلك في أمك؟ قال له لا تحب أن يكون في أختك؟ قال لا طب في بنتك؟ قال لا قال كذلك الناس لا يحبونه في أبنك ثم وضع يده على قلبه ودع له فصار من أعف الناس أدي طريقة إيه؟ الجدل اللطيف البسيط اللي النبي كان يكلم به أمته بطريقة ما فيهاش بقى الصفسطة الإيه؟ الأفلاطونية ولا السكراتية ولا الكلام إيه؟ بتاع علماء الكلام والحاجات دي فكان يخش لهم من أقرب دليل صلى الله عليه وسلم وعشان كده قال لك إيه؟ أن المائل عن دقيق المحجة هو العاجز عن إقامة الحجة بالجليل من الكلام فإنما يعني لو أنت تستطيع أن تقوم بالحجة بحاجة واضحة ما تلجأش لحاجة دقيقة اللي بيلجأ للدقيق في المحجة بيبقى عاجز عن الجليل الأمر الواضح يبقى ده ما يصلحش لمحجة الناس لأنه ممكن يضللهم فإنما نستطاع أن يفهم بالأوضح الذي يفهمه الأكثرون لم يتخطى إلى الأغمض الذي لا يعرفه إلا الأقلون ولم يكن ملغزا مش يقول له فوزير هي الإلغز اللي هي الكلام الغامض اللي المصيرين اللي عليه فوزير فأخرج تعالى مخاطباته في محجة خلقه في أجل صورة تشتمل على أدق دقيق لتفهم العامة من جليلها ما يقنعهم ويلزمهم الحجة وتفهم الخواص من أثنائها ما يوفي على ما أدركه فهم الخطباء يعني يجي لك الدليل القرآني ياخد منه العالم علم عميق بقدر علمه وياخد منه الإنسان البسيط الحجة اللي هي تريحه واتطمنه على إن إيمانه سليم فالكل بياخد على قدره ويغترف من إيه؟ من القرآن على قدر علمه وفاه وتفهم الخواص فيه أثنائها ولا من الأفضل؟ العندي فيه؟ وتفهم الخواص من أثنائها يعني من أثناء إلقاء الحجة أو فيه ما يتنفع ممكن تكون في بعض النسخ الخطية مكتوبة بعضها من وبعضها فيه لكن قريب المعنى وعلى هذا حمل الحديث المروي إن لكل آية ظهرا وبطنا ولكل حرف حدا ومطلعا لا على ما ذهب إليه الباطنية اللي أم إيه؟ أول القرآن على خلاف ظاهره مطلقا ومن هذا الوجه كل من كان حظه في العلوم أوفر كان نصيبه من علم القرآن أكثر ولذلك إذا ذكر الله إذا ذكر تعالى حجة على ربوبيته ووحدانيته أتبعها مرة بإضافته إلى أولي العقل تمال يقول إيه؟ إن في ذلك لآية القوم يتدبرون يعقلون يسمعون أولي الألباب يعني دليل أنه إيه بيحثك أنك تفهم بعمق شوي بإضافة إلى أولي العقل ومرة إلى السامعين ومرة إلى المفكرين ومرة إلى المتذكرين تنبيها أن بكل قوة من هذه القوة يمكن إدراك حقيقته منها وذلك نحو قوله إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وغيرها من الآيات يتفكرون سعادتي يقولك بردو إيه؟ يسمعون أفلا تبصرون كل الحاجات دي علشان إيه؟ يغري حواستك كلها إنك إنت تحاول إنك إنت تدرك المعاني العميقة وأعلم أنه قد يظهر منه بدقيق الفكر استنباط البراهين العقلية على طرق المتكلمين وكمان اللي دارس طرق المتكلمين زي طريقة إيه؟ السفسطة اليونانية والسفسطة بتوع المناطق أو غيرهم ممكن يخرج القواعد بتاعتهم من بعض الآيات القرآنية تبقى إزاي؟ فمن ذلك الاستدلال على حدوث العالم بتغير الصفات عليه وانتقاله من حال إلى حال يعني هو تملي إيه؟ المناطق يقولك إيه؟ إن الحدوث يعني إن الشيء طرق على الكون يعني له بداية دليل حدوثه وجود التغير فيه لأنه أول تغير إن ما كانش موجود ثم بقى موجود وبعدين لما بقى موجود كل شوية يتغير تشوفه بعد سنة تلاقيه صورة تانية بعد عشر سنين تلاقيه شكل لحاجة تانية بعد مية سنة تلاقيه بقى حاجة تانية وهكذا فقاعد في دوام التغير شوف أنت نفسك وانت جنين في بطن أمك كان لك شكل اتولدت وقعدت ترضع ابتدأ شكلك سنة ورا سنة ورا سنة يتغير لحد ما بقيت شاب وبقيت شيخ كبير وبقيت وبعدين موت وبعدين بقى جثة في القبر وبعدين يخشوا على القبر بعد عشر عشرين سنة يلوه بقى اطراب دائم التغير فهمت إزاي؟ فكل التغيرات دي تدل على إن هناك مغير فهمت إزاي؟ هو الذي غير هذا ولا بد أن يكون المغير لا يتغير فهمت؟ يقوم إيه يستدل على الحدوث الخلق يعني بالتغير فهمت؟ ودي طريقة استدلال المتكلمين ودي نفس الطريقة الاستعملها سيدنا إبراهيم هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الأفل شاف القامر برضو يقول لهم هذا ربي على سبيل مجارات الخصم مش يعني معناه هو كان بيقتعد معه بيبحث هو حيران لا ما كانش حيران ده بيقعد معاهم على سبيل مجارات الخصم يقعد مع عباد النجوم يقول لهم هذا ربي طيب وهو عارف إن الصبح النجمة هيختفي ما هو عارف من الأول يوم ما يطلع النهار والشام تزرر يقول لهم إذا كان اختفى يبقى هناك من أخفاه كما أن هناك من أظهره فيبقى لا يسلح أن يكون إله ويروح لعباد الأمر يقول لهم هذا ربي وبعدين ما يختفي القمر يقول له إيه إيه إني بريء مما تشركوا وبعدين يروح للشمس عباد الشمس وهكذا وعشان كده ربنا قال لك إيه تلك حجتنا آتيناها إبراهيم لنفسه ولا على قومه لأنه ما كانش شاكك في ناس يقول لك إيه سيدنا إبراهيم مرة من رحلة الشك إلى الإيمان يا سيدنا إبراهيم ما شكش أصلا دي غباوة الأنبياء لا يتصور في حقهم الكفر لقبل البعث أو لبعدها ده ربنا بيخليهم كده مولودين مؤمنين الأنبياء كده لكن ربنا يسأل إيه تلك حجتنا إن أتينا إبراهيم لنفسه ولا على قومه يبقى قومها للقوم تبقى الحق دي إيه وجود التغير علامة الحدوث والحادث لا يصلح أن يكون إيه خالقا قديما في إمتباع إزاي هذه طريقة الاستدلال للمتكلمين ذلك وعشان كده أقول لك في الخريدة البهية إيه واعلم أن هذا العالم حادث مفتقر لأنه قام به التغير إيه شعيل كده في الخريدة البهية بتاعت سيدي الدردير واعلم أن هذا العالم والعالم كل ما سوى الله اسمه العالم حادث مفتقر إيه الدليل على الحدوث والافتقار لأنه قام به التغير بسه خلاص طالما بيتغير يبقى فقير هناك من يغيره مقهور فهمت بقى إزاي فلازم نأخذ بلنا من الحاجات بتغير الصفات عليه وانتقاله من حال إلى حال وهو آية الحدوث يعني علامة الحدوث وقد ذكر الله تعالى في احتجاج إبراهيم الخليل عليه السلام استدلاله بحدوث الأفلي على صلح لأنه مكتوب ويقاف الأفلي لأفلة بحدوث الأفلي على وجود المحدث والحكم على السماوات والأرض بحكم النيرات الثلاث النيرات الثلاث اللي هي النجم والقمر والشمس فهمت بحكم النيرات الثلاث وهو الحدوث طردا للدليل في كل ما هو مدلوله يعني كأنه إيه نشر الدليل بقى من خلال النجم والقمر والشمس إلى السماوات والأرض وما فيها بقى فهمت زي فإيه فنشر الدليل على الكل فهمت طردا للدليل في كل ما هو مدلوله لتساويها في علة الحدوث وهي الجسمانية ومن ذلك الاستدلال على أن صانع العالم واحد يعني إثبت لي أن الله واحد مش اثنين أن الإله واحد مش اثنين في المناطق عندهم يقولك بدليل التمانع إيه التمانع يا مناطق يوم يقولك لأن انتظام العالم وعدم وجود الفساد فيه دل على أن الذي يدبره واحد لأنه لو كانوا اثنين لتناقض حكمهما واحد عايز يطلع ليلة التاني مش عايز يطلع ليلة النهاردة واخد بالك إزاي فيا إما يتغالب فواحد فيهم يغلب التاني فيبقى التاني المغلوب ما يفعش بأهلاء يا إما يحصل الليل والنهار في لحظة واحدة وده اجتماع الضدين وده مستحيل يعني مش قيتهم تحصل للتنين وده ما يحصلش لأن ما ينفعش يبقى ليل ونهار في لحظة واحدة وفي مكان واحد لاجتماع الضدين العقل لا يقبله أو يحي ده ويميت ده واخد بقى واحد يقول له واحد من الإلهين يقولك أنا أحيي هذا اللاهي التاني يقولك أنا أميته فما ينفعش يبقى ميت حي في لحظة واحدة فهمت إزاي ولو كان يا أماته والتاني قهر يعني ما ينفعش يبقى إله فهمت بقى إزاي فلما امتنع التناقض في تدبير الكون امتنعه دل على أن المدبر واحد لأن ربنا أن لو كان فيما آلهة إلا الله لفسدتا واخد بالك بدلالة التمانع المشر إلي في قولي تعالى لو كان فيما آلهة إلا الله لفسدتا لأنه لو كان للعالم صانعا لكان لا يجري تدبيرهما على نظام مستقر يعني ولا يتسق على إحكام ولا كان العجز يلحقهما أو أحدهما وذلك لو أراد أحدهما إحياء جسم وأراد الآخر إماتته فإما أن تنفذ إرادتهما فتتناقض لاستحالة تجزء الفعل يعني ما ينفعش إيه إن ده يحيي حتة فيه والتاني يحيي حتة تاني الفعل لا يتجزأ الإحياء فعله لا يتجزأ فهمت بإزاي فممكن إيه يقولك وذلك لو أراد أحدهما إحياء جسم وأراد الآخر إماتته فإما أن تنفذ إرادتهما معا فتتناقض لاستحالة تجزء الفعل إن فرد الاتفاق أو لامتناع اجتماع ضدين إنه يحيي ويموته في نفس اللحظة إن فرد الاختلاف وإما لا تنفذ إرادتهما فيؤدي إلى عجزهما فما يصلحوش لتنين يبقوا له أو لا تنفذ إرادة أحدهما فيؤدي إلى عجزه والإله لا يكونوا عجزا واضح؟ ده يسموه دليل التمانع في إيه عند المناطق لكن جاء في القرآن بطريقة أسهل المناطق يقعد يشرحوا لك بقى في صفحتين ثلاثة وتقراها وتسلح وتنسيها لكن أول المصريين حتى ترجموا الآية دي وقالوا لك إيه؟ المركب اللي فيها رأيسين تغرق ما هي نفس المعنى فترجموا دليل التمانع بالمثل البسيط بتاع الإنسان البسيط المصري اللي هو ما راحش مدازه يقول لك المركب اللي فيها اتنين رأيسين تحصل فيه بالآخر إيه؟ تغرق على طول فهمت؟ تصور إنت حتقود سيارة وحتطلق إيه في السيارة اتنين قوات وده معاة دركسيون وده معاة دركسيون وده معاة فرامل وده معاة فرامل وده معاة بنزين وده معاة بنزين طيب قولي السيارة دي هتمشي إزاي بقى؟ مستحي حتعمل حدسة حتعمل حدسة فهمت إزاي؟ ويموتوا الاتنين ونستريح منهم فهم؟ ومن ذلك الاستدلال على المعاد الجسماني بدروب بأمثلة يعني أحدها قياس الإعادة على الابتداء قال تعالى كما بدأنا بدأكم تعودون كما بدأنا أول خلق نعيده أفعينا بالخلق الأول يعني إحنا عجزنا عن الخلق الأول طالما ما عجزناش عن الخلق الأول فتمل الإنسان وربنا بيكلمنا بطريقتنا هو ما فيش حاجة عند الله أسهل وأصعب أو سهل وأسهل أو صعب وأصعب ما عندوش هو كله عنده سواء لكن بيكلمنا بطريقتنا ده أنت لما بتعمل الحاجة الأول مرة بتبقى أصعب ثم تعدها بتبقى أسهل فإزاي تنكر الإعادة والإعادة أسهل عندك فهمت إزاي؟ عندك إنت لكن عندنا نضل الله سواء فهمت بقى إزاي؟ ثانيهما ثانيها قياس الإعادة على خلق السماوات والأرض بطريق الأولى نحو أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق والأرض شوف أمثلة تشبعك علشان كده اللي قاعد يقرأ قرآن للنهار والأمثلة دي تختلط بعقله وبزهنه وردانه ما يجلوش شك لحظة في إيه؟ لأنه قاعد يكررها كل شوية في صلاته كل شوية فما بيباش عند شغو لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس بقى أنتم اللي خلق السماوات والأرض ودي أكبر مش هي دريعتكم أنتو يا 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 زرات ده أنت زرة في الكون ولا حاجة حجمك إيه أنت في الكون ثالثها قياس الإعادة على إحياء الأرض بعد موتها بالمطر والنبات وهو في كل موضع ذكر فيه إنزال المطر غالباً أنه يحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون رابعة قياس الإعادة على إخراج النار من الشجر الأخضر وقد وراء يعني شوف الشجر أخضر والخضار والرطوبة ضد النار يوم يخرج النار اللي هي من الجفاف والإحراق من الرطوبة والناء والماء اللي هو أصلاً بيطفئ النار حاجة غريبة فاللي قادر على إنه يعمل هذا من هذا ويغير الأعراض بهذه القدرة أمامك في الحس يبقى قادر إنه يغير أعراضك وينقلك من حل إلى حل فإن تبقى إزاي قياس الإعادة على إخراج النار من الشجر الأخضر وقد ورد أن أبي بن خلف لما جاء بعظام بالية ففتها وذرها في الهواء وقال يا محمد من يحيي العظام وهي رميم فأنزل الله تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم فعلم سبحانه كيفية الاستدلال برد النشأة الأخرى إلى الأولى والجمع بينهما بعلة الحدوث ثم زاد في الحجاج وقال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا وهذا من غاية البيان في رد الشيء إلى نظيره والجمع بينهما من حيث تبديل الأعراض عليهم خامسة في قول تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا علي حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين يعني وجود يوم القيامة ضرورة عقلية لماذا؟ لأن الناس لا يزالون مختلفين فلابد أن يأتي لحظة ربنا يبين الحق فيه عشان يحكم من العباد وإلا يبدأ الخلاف مستمر فهمت إزاي؟ ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم يبقى لابد أن يأتي يوم يحق فيه الحق حتى يبين أنهم أهل الحق ومنهم أهل الباطل واضح؟ فوجود الاختلاف وعائق المستمر في الحياة إلى أن يموت الإنسان ولم يحكم بين الفريقين لابد أن يبقى فيه إعادة ليحكم بين الفريقين فإيه بقى؟ عشان كده قال إيه؟ ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين وتقريرها كما قاله ابن السيد ابن السيد البطليوسي واخد بالك صاحب كتاب أدب الكاتب إن اختلاف المختلفين في الحق لا يوجب انقلاب الحق في نفسه يعني هو الحق واحد وناس مختلفة واحد بينكر وواحد يثبته تهمت إزاي؟ لكن إنكار المنكر لا يخفي الحق وإثبات المثبت لا يوجد الحق لأن الحق موجود بغير إثبات وبغير إنكار هو موجود موجود تهمت؟ إن اختلاف المختلفين في الحق لا يوجب انقلاب الحق في نفسه وإنما تختلف الطرق الموصلة إليه والحق في نفسه واحد فلما ثبت أنها هنا حقيقة موجودة لا محالة وكان لا سبيل لها في حياتنا هذه إلى الوقوف عليها وقوفا يوجب الاتلاف ويرفع عننا الاختلاف إذ كان الاختلاف مركوزا في فطرنا وكان لا يمكن ارتفاعه وزواله إلا بارتفاع هذه الجبلة الجبلة البشرية لابد أن ترتفع لأن الخلاف ما نشاء الهوى وطول ما أنت بشر في عندك هوا فلابد أن ربنا يبعثك بلا هوا تيجي يوم القيامة ما فيش أهواء يوم الناس تتفق على حق واحد فيعرف أهل الباطل لهم كانوا على باطل لأنه خلاص زال عنهم الهوا فهمت وكان لا يمكن ارتفاعه وزواله إلا بارتفاع هذه الجبلة ونقلها إلى جبلة غيرها صح ضرورة أن لنا حياة أخرى غير هذه الحياة فيها يرتفع الخلاف والعناد وهذه هي الحال التي وعد الله بالمصير إليها فقال ونزعنا ما في صدرين من غل والغل يقتدي إيه؟ يقتدي المخالفة والمناوشة والمجادلة فلما ينتزع الغل خلاص الحق كله يرتفع يعني يتفق عليه ولابد من كون ذلك باضطرار إذ كان جواز الخلاف يقتدي الائتلاف لأنه نوع من المضاف وكان لابد من حقيقتي فقد صار الخلاف الموجود كما ترى أوضح دليل على كون البعث الذي ينكره المنكرون يعني وجود الخلاف المستمر ده من الحق الباطل والصراع ده في الحياة يدلك عقلا إن لابد أن يأتي يوم يحكم الله في بيننا عباد تهمت بها؟ والله تعالى أعلى وأعلم وغدا نبدأ في النوع الرابع والثلاثين معرفة ناسخه ومنسوخه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلوا عليه أرضالى صلاتين أسعدي مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم ماتك ومدادة كلماتك وكلما ذكرون وذلك لهونا وقالع ذكره لغافرون ترجمة نانسي قنقر